ينزم علينا من بيروتا سيد ردوان عقيل المحلل السياسي سيد ردوان كيف تحلل ما جاء في كلمة بشار الجعفري اليوم وإشارته إلى أهمية التعاون مع الحكومة السورية ووقف الدعم للتنظيمات الإرهابية من المنطق أن يقول هذا الكلام السفير الجعفري ممثل بلده في أعلى مكان دولي ليقول هذا الكلام نظرا إلى تدخلات بالشأن السوري بالطبع هناك أزمة حقيقية هي موضوع اللاجئين السوريين خارج سوريا إضافة إلى جملة عدد كبيرة من اللاجئين داخل سوريا لكن ما يقصده الرجل هو توجيه كلامه إلى الجانب التركي لأن تركيا تحتل مساحات كبيرة من الأراضي السورية تخطط اتفاقية أدنى التي وقعت عام 1998 بين الجانبين السوري والتركي لبل تجاوز نحو 50 كم في الأراضي السورية هم يسيطرون على إدلب بالتنصيق مع الجماعات الإرهابية وتحديدا مع جبهة النصرة لذلك تعمل الدبلوماسية السورية على رفع الصوت أن بلادها أصبحت ملعبا لتدخلات الخارجية فيما يتعلق بجبهة النصرة الإرهابية دكتور بشار الجعفري طلب من المجتمع الدولي أن يتدخل لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي وفي نفس الوقت نجده انتقد وطالب أيضا بخروج كل القوات الأجنبية وانتقد التدخل الخارجي وبالتالي ما طبيعة الدعم الذي يريده دكتور بشار الجعفري من المجتمع الدولي في محاربة جبهة النصرة سمت رسالة وجهتها الدولة السورية والنظام السوري تحديدا أن الخيار العسكري يبقى خيارا مفتوحا لكن أنا في اعتقادي هذا الأمر واللجوء إلى استعمال الآلة العسكرية ضد الجماعات الإرهابية والعمل على تحرير إدلب من الجماعات الإرهابية هذا الأمر سيؤدي إلى الصدام الجانب السوري مع الجانب التركي ومن دون تدخل روسي إذا كان هذا تدخل عسكري بخيان روسي وبدعم روسي يحصل هذا الأمر لكن في نهاية المطاف الأمور ستسوى بين الأتراك وبين الروس لترتيب الوضع في هذه المنطقة لكن علينا أن نخشى ونعترف أن هذا النهازي قبل فترة بكارة الحكومة السورية قد حشدت قواتها بالقرب أو بحدود إدلب لتطير هذه المنطقة عسكريا ثمت اتفاقات أبرمت كثيرة أدت إلى تراجع الخيار العسكري والآن جبهة النصرة تسيطر على إدلب كيف هو السيناريو القادم الآن؟ السيناريو القادم أنا في تقديري لن نصل إلى معركة عسكرية صحيح أن الجانب السوري من حقه ومن واجباته الوطنية أن يقول أن هذه الأرض محتلة حفاظا على السيادة السورية وخصوصا بعد المساحات الكبيرة التي حررها الجانب السوري لكن أنا في تقديري القصة ستنتهي بين الروسي والتركي وهما سيحددان مصير هذه المنطقة لكن هذا الإرهاب الذي يحظى بدعم تركي وعلينا أن نعترف أن الأطماع التركية في الأراضي السورية هي ليست تريد اليوم لبل تعود إلى عام 1939 لذلك الجانب السوري يرفع الصوت في الأمم المتحدة وفي المحافظة الدولية ليقول أن أرض محتلة لكن في الخلاصة الروسي هو من سيحدد مصير هذه المنطقة شكرا جزيلا لك من بيروت ردوانا عاقيل المحلل السياسي شكرا جزيلا لك